اشتركوا في القناة التوكيد والتوكيد اعزاء الطلاب من التوابع والتوابع كما تعلمنا هي كلمات تعرب اعراب ما قبلها كالصفة والبدل والعطف فما التوكيد اذا وما دلالته وما انواعه واقسامه وما شروطه وما فوائده هيا بنا اعزاء الطلاب لنجيب عن هذه الاسئلة وعن اسئلة اخرى سنترحها في سياق حلقتنا التوكيد تأمل معي عزيز الطالب الامثلة التالية ابن لابنه السيارة السيارة صبر صبر المريض بلى بلى الله قادر نجد في هذه الجمل اعزاء الطلاب الفاظا مكررة فما سبب التكرار ستقول معي مباشرة السبب هنا لان المتكلم اراد تقوية المؤكد واراد ان لا يفهم منه السامع خلاف المقصود فكرر التوكيد فقال السيارة السيارة صبر صبر بلى بلى فهذه الالفاظ المكررة تسمى توكيدا فكل لفظ من هذه الالفاظ المكررة اذا يسمى توكيدا فلذلك هذه الجمل اعزاء الطلاب فيها تابع ومتبوع والتابع هنا يسمى توكيدا او تأكيدا والمتبوع يسمى مؤكدا اذا اين التوكيد والمؤكد في الجملة الاولى ستقول لي المؤكد السيارة والتوكيد الكلمة الثانية السيارة وفي الجملة الثانية صبر المؤكد صبر والتوكيد صبر الثانية وفي الجملة الثالثة نجد ان المؤكد هنا بلى والتوكيد بلى الثانية كما نلاحظ اعزاء الطلاب جرى التوكيد هنا في الاسم السيارة وفي الفعل صبر وفي الحرف بلى فبلى حرف جواب اذا هذه الالفاظ تسمى كما قلنا توكيدا وما قبلها يسمى مؤكدا فلذلك نقول هذه الالفاظ او هذا التوكيد قد جرى في الالفاظ فلذا يسمى توكيدا لفظيا فالتوكيد اللفظي اعزاء الطلاب هو تكرار اللفظ اعادة اللفظ سواء اكان اسما ام فعلا ام حرفا فلذلك نقول التوكيد هنا قد جرى في الاسم والفعل والحرف والتوكيد اعزاء الطلاب تابع في الاعراب للمؤكد تأمل معي المثال الاول ابن لابنه اي ابو يقول لابنه الذي اراد ان يعبر الطريق ماذا قال له السيارة السيارة اي احذر السيارة فالمؤكد هنا يعرب بحسب موقعه في الجملة والكلام فهو مفعول به منصوب بفعل محذوف منصوب على التحذير بفعل محذوف تقديره احذر اما السيارة الثانية فهي توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على اخره اذا نوع التوكيد هنا اعزاء الطلاب هو توكيد لفظي تأمل معي عزيز الطالب الامثلة التالية الله اكبر الله اكبر سقطت الاقنعة سقطت الاقنعة يا غلام يا غلام انتبه ستقول لي هناك الفاظ قد تكرعت ففي الجملة الاولى الله اكبر وهي المؤكد هنا جاء جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر والله اكبر الثانية جملة اسمية اكدت الاولى وفي الجملة الثانية سقطت الاقنعة جملة فعلية من فعل وفاعل تكررت هنا فقال سقطت الاقنعة فالجملة الثانية توكيد وتأكيد لها يا غلام يا غلام هنا تركيب نداء حرف النداء والمنادى المبني على الضم في محل نصب فيا غلام الثانية توكيد للأولى فإذا جرت توكيد اعزاء الطلاب هنا في الجملة الاسمية والفعلية والتركيب فإذا نعود مرة اخرى المؤكد الله اكبر وفي الثانية الله اكبر جملة اسمية وفي الجملة الثانية نقول سقطت الاقنعة هنا المؤكد والتوكيد سقطت الاقنعة يا غلام المؤكد والتوكيد يا غلام فنوع التوكيد هنا ايضا لانه كان بتكرار اللفظ يسمى توكيدا لفظيا فلو سئلت الآن عزيز الطالب ما التوكيد ستقول معي هو لفظ او تركيب تابع لما قبله يسمى المؤكد ويذكر هنا لتقويته وتوكيد حكمه والتوكيد اللفظي يكون باعادة اللفظ نفسه سواء اكان اسما ام فعلا ام حرفا ام جملة الآن ما فائدة التوكيد اللفظي ستقول معي فائدة التوكيد اللفظي هنا هو تقرير المؤكد في نفس السامع وتمكينه في قلبه وإزالة ما في نفسه من الشبهة فيه اذا اعزاء الطلاب نستنتج ما يأتي التوكيد كما قلنا لفظ او تركيب تابع لما قبله ويسمى المؤكد وهو المتبوء يذكر لتقويته وتوكيد حكمه ونستنتج ايضا التوكيد اللفظي وهو النوع الاول من انواع التوكيد ويكون باعادة اللفظ نفسه سواء اكان اسما ام فعلا ام حرفا ام جملة اسمية ام فعلية وكذلك قد يكون تركيبا اذا عزيز الطالب اجب عما يأتي عين المؤكد والتوكيد ثم اذكر نوع التوكيد الجار الجار قبل الدار ستقول لي المؤكد الجار والتوكيد هو الجار الثانية لاحظ هنا ان التوكيد هو توكيد لفظي والجار الاولى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على اخره فالجار الثانية توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على اخره وفي الجملة الثانية التوكيد جاء لا لا اقول الا الحق فاذن لا الاولى هي المؤكد والتوكيد لا الثانية وجرى التوكيد هنا في الحرف تدور تدور كل الكواكب فاذن تدور الاولى هي المؤكد والتوكيد هو تدور الثانية وجرى التوكيد هنا في الفعل المضارع اذا نوع التوكيد هنا اعزاء الطلاب هو توكيد لفظي مرة اخرى اعزاء الطلاب ما فائدة التوكيد اللفظي سنقول معا هو تقرير المؤكد في نفس السامعي وتمكينه في قلبه وازالة ما في نفسه من الشبهة فيه فما نوع التوكيد الثاني نرى ذلك بعد الفاصل ان شاء الله ها قد عدنا اعزاء الطلاب للواصل درسنا تأمل الامثلة التالية تسلمت شهادة من المدير نفسه سلمت الخطاب لحامد ذاته ان الوزير عينه قد افتتح المؤتمر ستقول معي عزيز الطالب هذه الجمل قد افادت التوكيد فهل فيها الفاظ مكررة سنقول لا ولكن التوكيد قد حدث وحصل بكلمات محددة وهي نفس ذات عين فإذا في هذه الجمل توكيد ومؤكد تابع ومتبوع فهي بنا نحدد في كل جملة المؤكد والتوكيد في الجملة الاولى ستقول معي المؤكد المدير والتوكيد والتوكيد نفسه وفي الجملة الثانية ستقول معي حامد المؤكد والتوكيد ذاته وفي الجملة الثالثة ستقول الوزير هو المؤكد وعينه هو التوكيد لاحظ وتذكر معي عزيز الطالب المؤكد يعرب بحسب موقعه في الجملة والكلام ففي الجملة الاولى مجرور بمن وفي الثانية مجرور بلام لحامد اما في الجملة الثالثة فهو اسم انا منصوب وكما تعلمنا التوكيد يتبع المؤكد في الاعراب ولكن هنا نتوقف قليلا نفسه ذاته عينه هذه الكلمات طابقت المؤكد في المعنى ولكنها خالفته في اللف لذا يسمى التوكيد هنا اعزاء الطلاب توكيدا معنويا فلو سئلت الآن ما التوكيد المعنوي ستقول معي يكون بألفاظ محددة كقولنا نفس وذات وعين توافق المؤكد في المعنى وتخالفه في اللف اذا في هذه الجمل نلاحظ ثلاثة امور اولا نفسه ذاته عينه قد اضيفت هنا الفاظ التوكيد الى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في العدد والنوع الامر الثاني ان هذه الالفاظ الفاظ التوكيد المعنوي تتبع المؤكد في اعرابه رفعا ونصبا وجرا فلدينا نفس هنا توكيد مجرور وذات توكيد مجرور وعينه توكيد منصب فاذا التوكيد يتبع المؤكد في الاعراب اما الامر الثالث المدير حامد الوزير كلها اسماء معرفة فالمؤكد اعزاء الطلاب يجب ان يكون معرفة سؤالنا الان ما فائدة التوكيد بنفس وذات وعين سنقول معا هو رفع احتمال ان يكون في الكلام مجاز او سهو او نسيان تأمل معي عزيز الطالب الامثلة التالية قل ان الامر كله لله فرحت الاسرة عامتها بنجاح صلى الطلاب جميعهم العصر ستقول معي جمل قد افادت التوكيد بكلمات معينة ومحددة وهي كل وعامة وجميع فاين المؤكد واين التوكيد في هذه الجمل في الاية الاولى قل ان الامر كله لله سنقول المؤكد الامر اما التوكيد او التأكيد فهو كله وفي الجملة الثانية الاسرة والتوكيد عامتها وفي الجملة الاخيرة نلاحظ المؤكد الطلاب والتوكيد جميعهم ونلاحظ اعزاء الطلاب ان التوكيد هنا هو توكيد معنوي لانه بالفاظ محددة كل وعام وجميع وفقط المؤكد في المعنى وخالفته في اللفظ فاذا هي توكيد معنوي ونلاحظ الامور الثلاثة ان الفاظ التوكيد هنا قد اضيفت الى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في العدد والنوع والمؤكد والتوكيد نلاحظ في الجملة الاولى ان التوكيد هنا كل منصوب لان المؤكد منصوب وفي الجملة الثانية جاء التوكيد مرفوعا لان المؤكد مرفوع وفي الجملة الثالثة ايضا جاء مرفوعا لان المؤكد ايضا مرفوع فاذا اعزاء الطلاب التوكيد يتبع المؤكد في الاعراب كما نلاحظ كما نلاحظ ان المؤكد قد جاء معرفة الامر الاسرة الطلاب وهو معرف بان سؤالنا الان ما فائدة التوكيد بكل وعامة وجميعا سنقول مباشرة الدلالة على الاحاطة والشمول تأمل معي عزيز الطالب الامثلة التالية جاء الحارسان كلاهما للوالدين كليهما حق علينا رأيت النحلتين كلتيهما ستقول معي في هذه الجمل توكيد بالفاظ محددة هي كلا وكلت وهي تعرب اعراب المثنى لانها ملحقة بالمثنى فهي ترفع وعلامة رفعها الالف وتنصب وتجر وعلامة نصبها او جرها اليان فاذا اين المؤكد في هذه الجمل ستقول معي الحارسان والتوكيد كلاهما وفي الجملة الثانية سنقول المؤكد للوالدين والتوكيد كليهما وفي الجملة الثالثة النحلتين المؤكد والتوكيد كلتيهما لاحظ ان التوكيد هنا يتبع المؤكد في الاعراب فالمؤكد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف فاذا كلا توكيد المرفوع وعلامة رفعه الالف لانه ملحق بالمثنى للوالدين المؤكد مجرور فجاء التوكيد مجرورا وعلامة جره اليا كليهما وفي الجملة الثالثة جاء المؤكد اعزاء الطلاب مفعولا به منصوب وعلامة نصبه اليا لانه مثنى فالتوكيد اذا منصوب وعلامة نصبه اليا كما ان التوكيد هنا جاء مضافا الى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في العدد والنوع وكذلك جاء المؤكد هنا معرفة الحارسان الوالدين او النحلتين اذا اعزاء الطلاب التوكيد هنا جاء بكلمات محددا وهي كلا وكلتا مضافة الى الضمير وتوافق هذه الالفاظ المؤكد في المعنى وتخالفه في اللفظ فهي كما قلنا توكيد معنوي فاذا اعزاء الطلاب ما فائدة التوكيد بكلا وكلتا ستقول معي اثبات الحكم للاثنين المؤكدين معنى فعندما نقول جاء الحارسان فقد نسبنا هنا المجيء للحارسين معنى فاذا مرة اخرى التوكيد بكلا وكلتا يفيد اثبات الحكم للمؤكدين معنى اذا اعزاء الطلاب النوع الثاني من انواع التوكيد هو التوكيد المعنوي ويكون بالفاظ محددة مخصصة ويجب ان تضاف الى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في العدد والنوع فان اضيفت الى اسم تعرب بحسب موقعها في الجملة والكلام اذا اعزاء الطلاب نستنتج ما يأتي التوكيد المعنوي يكون بذكر كلمات محددة منها نفس عين ذات كل جميع عامة كلا وكلتا شرط ان تضاف هذه المؤكدات الى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في العدد والنوع ونستنتج ايضا اعزاء الطلاب تتبع الفاظ التوكيد المعنوي المؤكد في علامة الاعراب رفعا ونصبا وجرا ويكون المؤكد معرفة دائما اذا عزيز الطالب اجب عما يأتي عين المؤكد والتوكيد ثم اذكر نوع التوكيد النجوم كلها تلمع ستقول لي المؤكد النجوم وهو مبتدأ مرفوع والتوكيد كلها وهي هنا كل توكيد المرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على اخره نوع التوكيد هنا بالطبع توكيد المعنوي ان محمدا نفسه المؤكد هنا هو محمدا وهو اسم ان منصب وعلامة نصب الفتح الظاهر على اخره فاذا نفسه هنا توكيد المعنوي منصب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ولدت في تلك الدار عينها ستقول لي مباشرة المؤكد هنا الدار وهو بدل من اسم الإشارة مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره فعينها إذن توكيد هنا مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره وهو مضاف ولها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه فإذا نوع التوكيد أو التأكيد هنا هو توكيد معنوي فإذن أعزاء الطلاب التوكيد نوعا توكيد اللفظي وتوكيد معنوي يكون بألفاظ محددة مخصوصة أعزاء الطلاب فاصل ونعود موسيقى قد عدنا أعزاء الطلاب مرة أخرى لنواصل درسنا عين فيما يأتي المؤكد والتوكيد واذكر علامة إعرابهما الطلبة عامتهم مهذبون سنقول الطلبة هو المؤكد والتوكيد عامتهم الطلبة مبتدأ مرفوع فإذا عامة توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره أغسل يدي كلتيهما فإذا المؤكد هو يدي والتوكيد كلتيهما فيدي مفعول به منصوب وعلامة نصبه ألياء فإذا المؤكد هنا كلتي منصوب وعلامة نصبه ألياء لأنه ملحق بالمثنى فإذا هو منصوب وعلامة نصبه ألياء قال تعالى ليظهره على الدين كله سنقول معا المؤكد هنا الدين وهو اسم مجرور بعلا فإذا المؤكد التوكيد هنا نقول كله وهو توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي أعرب كلمة جميع في الجمل التالية كرمت المدرسة المتفوقين جميعا كرمت المدرسة جميع المتفوقين كرمت المدرسة المتفوقين جميعهم قلنا أعزاء الطلاب هذه الألفاظ ألفاظ التوكيد المعنوي لا تكون للتوكيد إلا إذا أضيفت إلى ضمير أما إذا لم تضف إلى ضمير فهي تعرب بحسب موقعها في الجملة والكلام فإذا كرمت المدرسة المتفوقين جميعا أي مجتمعين فهو حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كرمت المدرسة جميع المتفوقين ستقول معي مباشرة جميع هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كرمت المدرسة المتفوقين جميعهم أضيفت هنا إلى ضمير فإذا هي توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والضمير هنا هم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه إذن عزيز الطالب اخترن إجابة الصحيحة حصل تلاميذ الفصل أنفسهم على الكأس التوكيد في الجملة السابقة تلاميذ الفصل أنفسهم الكأس سنقول معا ومباشرة التوكيد هنا جيم أنفسهم لاحظ معي عزيز الطالب التوكيد المعنوي أنفسهم جاء جمعا لأن المؤكد جاء جمعا أيضا تلاميذ فإذن نقول في نفس وعين من ألفاظ التوكيد المعنوي عندما يكون المؤكد جمعا أو مثنن فيجب أن تجمع على أنفس وأعين فتذكر ذلك تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي مشى الطفلاني الكلمة المناسبة للفراغ السابق هي كلاهما كلتيهما كليهما كلتاهما الطفلان مثنى مذكر ومرفوع فإذا يجب أن نقول مشى الطفلاني كلاهما تأمل ما يأتي الناس الناس سواسية إعراب كلمة الناس توكيد اللفظي منصوب مرفوع مجرور أم مجزوم الناس الأولى وهو المؤكد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره فإذن التوكيد هنا يتبع المؤكد فنقول الناس الثانية توكيد لفظي مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره فالإجابة با تأمل معي عزيز الطالب السؤال التالي أكل الجالسون الطعام فراغ الكلمة المناسبة للفراغ السابق هي كلها كلهم كله كله ستقول معي أكل الجالسون الطعام بالطبع كله فالإجابة الصحيحة هي جيم إذن أعزاء الطلاب نكون بذلك قد انتهينا من دروس التوابع وقلنا التوابع هي كلمات تتبع إعراب ما قبلها ومن التوابع قلنا البدل والنعت والعطف وأخيرا التوكيد أعزاء الطلاب إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم وعلى أمل لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة